معقول انت ممعقول تطلع تتحكي وتقول انا متبق ممعقول لك طريف انت تطلع تتحكي وتقول انا مش متبق مع ادارة نادر كرامك وبعد ثواني ينفوا كلامك قلوا لك هذا الكلام غير صحيح يا رجل يا رجل فضحتنا لك عوجة والله عوجة وبنفس الوقت بتقول اهل حلب ارسل لي مشجع وماما وتفويد وانا وصلني على الخاص تفويد من ادارة اهل حلب بخصوص شخص يحضر الاجتماع يا اخي ما بصير انت اليوم بس تطلع بدك كون محط ثقة انت اليوم بس تطلع بدك كون كلمتك كلمة قريف لك عوجة والله عوجة السلام عليكم اصدقاء رجعنا لكم فيديو جديد واخبار جديد مين ما اشتاءلنا ومين اشتاءلنا اشتاءلنا يرفع ايدو والما اشتاءلنا برضو يرفع ايدو بالعناوية رسميا اعلان موعد انطلاق كأس العرب الخبر المفرح للجماهير العربية البطولية اللي استمتعنا فيها بالاضافة رح نحكي اتحاد كرة القدم يعدل موعد نهائي كأس الجمهوري لا يصح الا الصحيح يا سادة بالاضافة بنهاية الفيديو اليوم رح نحكي عن فقرة عوجة وضيف فقرة عوجة اليوم الاستاذ طريف قوترش اي نعم لازم نصدفك بفقرة عوجة وخاصة ان تصريحاتك يلي بتخالف الواقع ويلي بتخالف البيانات اللي كان عم يطلع فيها الاستاذ يامن بالي والاستاذ ملهم طبارة قبل ما نفوت بالتفاصيل كنت عم تحضرنا على اليوتيوب او على الفيسبوك شترك بالقناة فعل زر جرس تابع لصفحة كومنت حلو متلكون ونحن اقولكم كون شكري خلينا نبلش من البطولة الاروع والامتعي اللي نحن استبتعنا فيها ويلي نحن ارجعنا استفقدنا لها بطولة كأس العرب الفيفا كان عم يأعلن بشكل رسمي انه رح يكون الحاضن ورح يكون الراعي لبطولة كأس العرب اي نعم رح يكون في يوم الثلاث بطولات القادمية تم تحديدة يعني انت اليوم الفيفا بس يكون الفيفا يقول لك ثلاث بطولات قادمة بس يقول لك ويحدد لك المواعيد بما معناها البطولة تم تثبيتها من الفيفا يعني كل اربع مواسم راح تحضر بطولة كأس العرب متح انا كنت بتمنها كل موسمين او كل سنتين كل أربع سنين رح تحضر كأس العرب أنا كنت أتمنىها كل سنتين بكل أمانة أمتع يعني استمتعنا بالبطولات الماضية أو بالبطولة الأخيرة رح ترجع البطولة إن شاء الله ابتداء من 2025 البطولة الثانية بعد أربع سنوات 2019 والبطولة الثالثة رح تكون بعام 2033 إذن كل أربع سنوات رح يكون في بطولة لكأس العرب ثلاث بطولات القادمة ستستضيفها أو رح تكون على الأراضي القطرية يعني ثلاث مواسم أو ثلاث أعوامل ذكرناها رح تكون باستضافة القطر أروع الملاعب أروع الإمكانيات أفضل استضافة للأمانة يعني حاليا قطر هي لا ترجوزية لتستضيف بطولة وإذا نرجع للبطول الأقديمة السابقة استمتعنا منتخب نقدم أداء حلو الجماهير حبت هذه البطولة بعد نهاية البطولة يعني فور انتهاء البطولة شوف ردة فعل الجماهير جميع صار يسألك أمت البطولة القادمة؟ فرح نقدر بطولات ثلاثة بمواعيد محددة من الفيفا خطوة مهمة هذا الشيء مهم للمنتخبات العربية أن تطور من نفسها تواجه بعضها أنا أتمنى أن المنتخبات العربية بما أنه تحت رعاية الفيفا وبقطر ستكون بطولة منظمة بيتمنى أن المنتخبات العربية تشارك بالمنتخب الأول أو بالفريق الأول وليس الرديف إذا تسألنا أيام الفيفا وغير أيام الفيفا إلا الآن الأخبار أنه ستكون بأيام غير الفيفا آه ممكن نستنى الفيفا أنه يدعم هذه البطولة أكثر لحتى تصير معتمدة بأيام الفيفا ونرجع نحضر كل منتخب شارك بلاعبي الأساسين بطولة كأس العرب عادت إليكم يا سادة أنا مبسوط بهذا الخبر وضمننا ثلاث أعوام أو ثلاث بطولات قادمة إن شاء الله لأننا منتخبنا بكل بطول يكون له باصمة خلينا نرجع لأخبارنا المحلية وكأس الجمهورية إتحاد كرة الطدم بعد الضغط من نادل فتوي ونادل وحدي والجماهير والسوشال ميديا سبقوا وعملنا فيديو وانتشر الفيديو وانتشرت المنشورات والجميع ضغط على إتحاد كرة الطدم من أجل تأجيل موعد المباراة الأخيرة مباراة نهائكة الجمهورية يلي كانت مفروض نهار ثلاثة ساعة أربع بعز دين الظهر يعني أنا برجع مرة بسأل سؤال أنا كنت سياني أسأله بالفيديو الأخير مين هالفهمان مين هالف الهوى يلي حدد نهار ثلاثة ساعة أربع بس بالله عليكم خبرونا لنستبعدوا عن رياضتنا لأنه جلطنا بكل أمانة إتحاد الكرة السوري حدد وعدل وأصبحت مباراة نهار الجمعة إن شاء الله بتاريخ أربع وعشرين خمسة ساعة أماني مساء بتوقيت دمشق على ملعب تشرين في دمشق في العاصمة دمشق إذن على ملعب تشرين على ملعب تشرين بأربع وعشرين خمسة ساعة أماني مساء على الأضواء الكاشفي الوحدي والفتوي مرة تانية بتمنى بتمنى أنه نحضر نهاية جميل نهاية ليق بين هذا الوحدي والفتوي وسلفا عبر القناة بقول لكم مبروك للفائز هارد لك للخسران إنما نحن هذا الشيء اللي بدنا ياه وهذا الشيء اللي طلبناه وهذا مطالب الجماهير فلذلك بتمنى أنه نحضر ملعب عبيان ملعب كومبليل ملعب متروس بالجماهير نحضر كرنفال تنتهي المباراة بسلام تنتهي المباراة بسلام بدون أي مشاكل بالنهاية كرة قدم أنت فوق الوحدي فالفتوي ممكن يعوض الموسم القادم أنت فوق الفتوي فالوحدي ممكن يعوض الموسم القادم فلذلك هي مباراة نهائية ومباراة وليست نهاية العالم يعني إذا خسرت أرد لك وبتعوض الموسم القادم بتمنى هذه الثقافة تكون عند اللاعبين والفريقين نهاية الفيديو اليوم خلينا نروح لفقرة عوجة الفقرة يلي بتحبوها وضيف حلتنا اليوم وفقرة اليوم أي نعم الأستاذ طريف قوتراش شو اللي عملتوا يا طريف بالمقابلة بالأمس على برنامج ستوديو واحد جميع حضر المقابلة كان يسألوا المزيع عميق له أنت شو مشان أن الكرامة بحقل له لسه بطاقتين أو لعبين أجانب من حق الكرامة لأن لسه ما ضم هدول اللعبين أو ما استخدم هاي البطاقتين كان عميق له طريف قوتراش بالمقابلة بكل صراحة ووضوح وعم يحكيها على أن ألا أنا تواصلت مع إدارة نادي الكرامي مشان نحن نلغي هالموضوع وما نفوت بشبهات وما نفوت بحكي اتفقت مع إدارة نادي الكرامي وكلامه موجود عليهم الصفحات كله تناولت عليهم بشان البعض يولي ليizione ما حكا هيك قالو dissident انا اتفقت مع إدارة نادي الكرامي وانه الموضوع انتهى لم يضيف careers لم يضيف مع Może pel mlبrek على erectilenar او لعب أجنب لأي نادي العقودات تلعب باللعبين موجودين عندك وأنا تواصلت مع إدارة نادي الكرامي حلينا الإشكال هيك كان كلام طريف قوترش. الأستاذ يامن بالي بشكل سريع عبر الصفحة الرسمية ومحادثات. على الويتس أب كان عينزل على صفحة وكان تنقل السوشال ميديا. نادي الكرامي كان عينزل ببيان رسمية. أقول لك اللي حكاها طريف قوترش ليس صحيح. نحن ما اتفقنا على هذا الشيء وما منعنا يا طريف. يا حبيب القلب. انتو اليوم بس تطلع انتو ثقة. يعني الجماهير ناطرتك لا تحكي. مو انا طالع عمد كهن. او عم جب لك خبر موقول. او بقول لك من مصادر موسوقة. اليوم. مو موسى سبورت اللي عم يحكي. اليوم عم يحكي رئيس الاتحاد. كرة تسلي. استاذ طريف قوترش. يعني كلمتك ثقة. نادي الكرامي ببيان رسمي بلك كلام اللي حكاها طريف قوترش ليس صحيح. نحن ما اتفقنا معه. وهذا كلام ما اسمعنا فيه. يا الهي عوجة. لكن عوجة هاي رياضتنا. فنحن بحقلنا لعبين اجانب. لازم يقر بهذا الشيء طريف قوترش. استاذي يا من بالي كان عم يتواصل. او عم يتصب بطريف قوترش. عم يقول له ايه معكم. انت قولكم لعبين. وعندكم بطاقتين. بحقلكم تتعقدوا مع لعبين اجانب. مع لعبين اجانب وقت بدكن. بس انا خان التعبير. خان الوصف. وصف شو يا رجل. انت بيستهل عند درس عربي. وصف شو? ايام تهدني على السوشال ميديا. ايام تهدني على الفيسبوك. شفت ردة فعل الجماهير. شفت ردة فعل الجماهير الكرامي وحتى اهل حلب. يقول لك شوف. عم يكير بمكيالين. لأ انت بعدين يقول لك انا يقول لك انا خان الوصف. برجع بقول لك انت مو قناة يوتيوب او فيسبوك او صانع محتوى مثلي. انت رئيس اتحاد ك قدرم عم يطلع بالمقابلة رسمية. عم يحكي البديوها. بعدين بقول لك خان التعبير يا رجل عوجة. لك والله يا عوجة فودت العالم ببعضها. وانت ما انك متفهم عن هذا الكرامي. خانك التعبير ها. بدك استاذ عربي من جديد او بدك درس عربي. لا حاوله ولا قوله. لك عوجة منكمل. مو بس وكان عم يحكي بالمقابلة الشيء جدا مهم بالنسبة بخص اهل حلب. كان عم يقول لك. بالنسبة لأهل حلب. ارسل مشجع لحضور الاجتماع الاخير. مشان يصوتوا على الاج ومال اجانب والدورة السلة والسيدات وبشكل عام. قال لهم كان عم يقرس له. مشجع ليس لديه طفويل. لمجرد انه مشجع عم يفوت يحضر ونحن ما قبلنا. هيك كان عم يقول لك بالمقابلة طريف قطرش. يعني انا اذا بمره بفتح الباب بفوت. لانه هي هيك. مو كل شخص بالدويجة بيكون معه طفويل. يا طريف. يا حبيبة. نحن بالالفين واربع وعشرين. يا حبيبة الجمهور السورية واعي. جمهور الرياضة السورية واعي. وصدقنا الجمهور السورية بفهم اكثر من مسؤ من الرياضة. شلون هيك. انا وصلني على الخاص. بيان ان الاستاذ ملهم طبارة. هلا بعرض لك البيان. موجود تفويل رسمي من ادارة اهل حلب. لاجل الاستاذ المحامي ملهم طبارة. انه يحضر الاجتماع. يعني الشخص او الاستاذ ملهم طبارة. من جوله تحيي. كان معه تفويل انه يحضر الاجتماع. كيف انت بتوصفه بالمشجع? كيف؟ طب ان كان مشجع وما كان معه تفويل. كيف دخلتو على الاجتماع على زعمك? يا اخي والله عوجة لك عوجة ويا ما حنشوف. عشنا والطابق ما كشوف. يعني انت عم تناقض نفسك بشأن اجانب الكرامي. عم تناقض نفسك بمشجع عم تسميه هو معه تفويل رسمي. من ادارة نادي اهل حلب. يا اخي والله لك عوجة. وقت بحكي انا عوجة سدوني. مشان هيك يا استاذ طريف قوتراش انت اليوم ضيف حلقتنا بفقرة عوجة اي نعم. يعني ركز لي حالك. صبط لي وضعك. ترى الكرسي تحت مسابت. يعني الجماهير عم تضغط. عشان انت استقيل من رئاسة الانتحاد كرة السل. هاي ما طالبون. طالب اكتر الجماهير بصدقك الاول. يعني وانت لازم تعرف وعم تشوف وعم تتابع السوشال ميديا. مو معقول انت. مو معقول انت. مو معقول لك طريف انت تطلع تحكي وتقول انا مش متبق مع ادارة نادر كرامك. وبعد ثواني ينفوا كلامك. قلوا لك اذا الكلام غير صحيح. يا رجل يا رجل فضحتنا. لك عوجة. والله عوجة. وبنفس الوقت بتقول اهلي حلب ارسل لي مشجع وماموه تفويد. وانا وصلني على الخاص. تفويد من ادارة اهلي حلب. بخصوص. شخص يحضر الاجتماع يا اخي ما بصير. انت اليوم بس تطلع بدك تكون محط ثقة. انت اليوم بس تطلع بدك تكون كل بتاع كلمة. قريب لك عوجة. والله عوجة. عوجة. سكرنا. عوجة دائما. والله رياضتنا من عوجة الى اعوج. لازم. لازم. لازم دائما اضل الله خير. السلام والله.